بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصد من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول الله سبحانه وتعالى ويعطي بشارة في هذه الآيات المباركة لفئة من الناس هؤلاء المجموعة وهؤلاء الصنف من الناس رب العالمين أطلق عليهم صفة الصابرين قال وبشر الصابرين هؤلاء الصابرين يتميزون بعدة صفات بيّنها الله سبحانه وتعالى أبرز هذه الصفات التي وردت في القرآن الكريم هو التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى متى؟ عند ابتلائهم بالمصائب الذين يصابون بمصيبة من الخوف من الجوع من نقص الأموال يعني من الفقر وأيضا نقص في الأنفس عند الموت موت العزاء موت الأشخاص الذين يكونون على صلة قرابة معهم والأمر الآخر نقص من الثمرات الذين يصبرون على هذه المواضع وفي هذه المواضع ويقولون إن لان الله وإنا إليه راجعون هناك جزاء لهم بشارة من الله سبحانه وتعالى يقول الله أولئك عليهم أولا ماذا؟ صلوات من ربهم وثانيا رحمة من الله سبحانه وتعالى والأمر الآخر أولئك هم المهتدون لاحظوا طبعا وردت روايات عديدة في تأويل هذه الآية المباركة وهذه الآيات المباركة يقول الإمام الصادق عليه السلام إن قدام قيام القائم عجل الله فرجو الشريف علامات يعني في عصر الغيبة قبل ظهور الإمام بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين قال له هذا الشخص الراوي وما هي؟ قال فذلك قول الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْصَابِرِينَ قال لَنَبْلُوَنَّكُمْ يعني المؤمنين الخطاب موجه للمؤمنين بشيء من الخوف قال يعني من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم طبعا بني فلان الإمام لم يسميه على اعتبار أنه في زمن تقية فلم يذكر اسمهم الصريح ثم قال والجوع يعني بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال قال فساد التجارات وقلة الفضل فيها ذهاب البركة والأنفس موت ذريع يعني كثير والثمرات قال قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار ثم قال وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ قال عند ذلك بخروج القائم عجل الله فرجو الشريف ثم قال يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ الراسخون في العلم المقصود بهم أهل البيت سلام الله عليهم فإذن هذه بشارة لكل إنسان مؤمن بأنه في عصر الغيبة في زمن الغيبة ستصاب ببعض المصائب ببعض الشدد ببعض البلايا من الله سبحانه وتعالى ولكن العبر والبشرى لمن؟ البشرى للصابرين هؤلاء المؤمنين الذين تعرضوا إلى هذه المصائب في هذه الحياة في زمن الغيبة رب العالمين سيعوضهم عن هذه البلايا وهذه المصائب في زمن الظهور المبارك عندما يظهر الإمام عجل الله فرجو الشريف سوف يعوض هؤلاء المؤمنين عن كل ما أصابهم من بلايا ومن مصائب في زمن غيبته المباركة كذلك وردت روايات أخرى تبين عظمة الإنسان الصابر هذه الحياة كما بينا بأنها مليئة بالمصائب مليئة بالأحزان مليئة بالغموم مليئة بالمشاكل من الصباح إلى المساء تجد بأن الناس يعجون من المشاكل من الهموم من الغموم من فقدان الأحبة من فقدان المال لا يوجد هناك راحة حقيقية في هذه الدنيا الراحة فيها نسبية والراحة فيها مؤقتة لا توجد هناك راحة دائمة في هذه الحياة رب العالمين خلق الحياة هكذا خلق الدنيا هكذا وجعل الراحة الحقيقية والنعيم الحقيقي في الآخرة لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل هذه أيضا من البشارات للإنسان المؤمن يقول أني جعلت الدنيا بين عبادي قرضا فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة عشرا إلى سبعمائة ضعف قرضا يعني كناية قد تكون عن أداء الواجبات أو الحقوق المالية يعني من خمس من زكاة من الصدقات هذه الأمور التي تقوم بالمال العبادات التي فيها دفع للأموال وما شئت من ذلك يعني ليس فقط إلى سبعمائة ضعف لا ما شئت من ذلك قد يكون إلى ألف ضعف ألفين ضعف رب العالمين هو أكرم الأكرمين هو أرحم الراحمين فلا مجال ولا حد لكرمه ولعطائه ثم قال ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذتم منه شيئا قصرا هذا بالنسبة للذي يدفع الأموال في سبيل الله سبحانه وتعالى عن رضا رب العالمين يعوضه إلى سبعمائة ضعف أو أكثر ولكن الذي لا يعطي الأموال في سبيل الله رب العالمين يقول أخذتم منه شيئا قصرا هو لا يريد أن يدفع ولكن أنا جبرته على الدفع ابتليته ببعض المصائب التي تجعله يدفع أمواله فصبر ولكن مع ذلك صبر لم يعترض على قضاء الله أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحد منهن ملائكتي لرضوا بها مني قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم قال فهذه واحدة من ثلاث خصال صلاة الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الذي يصبر على المصيبة ورحمة قال اثنتان وأولئك هم المهتدون قال ثلاث ثلاث خصال من الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يصبر على هذه المصائب على هذه البلايا التي تمر بها أو يمر بها في حياته ثم قال أبو عبد الله عليه السلام هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا فصبر الذي يصاب ببلية يصاب بأمر معين بمصيبة معينة ويصبر على هذه المصيبة رب العالمين يعطيه هذا الثواب العظيم في رواية أخرى وردت عن الإمام الباقر عليه السلام قال من صبر واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله عند المصيبة فقد رضى بما صنع الله ووقع أجره على الله ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره هذه المصيبة مقدرة عليك أن تمضي عليك شئت أم أبيت ولكن هناك فرق بين أن تمر عليك هذه المصيبة أو هذه البلية وأنت صابر شاكر لله سبحانه وتعالى حامد لله سبحانه وتعالى وبين أن تعترض على حكم الله سبحانه وتعالى تتذمر من حكم الله سبحانه وتعالى في الحالة الأولى لك ثواب عظيم في الحالة الثانية أجرك وكل ما لديك من هذه الخصالة الثلاثة يذهب ومع ذلك أنت محاسب ومعاقب أمام الله سبحانه وتعالى والمصيبة والبلية جارية سارية عليك أيهما تريد أن تختار لاحظوا أن نحن لا يوجد لدينا في التاريخ في تاريخ الكون مصيبة أعظم من مصيبة الحسين سلام الله عليك هذه مصيبة في زيارة عاشوراء ورد بأنها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض وردت هذه العبارة عن مصيبة الحسين سلام الله عليه لا يوجد مصيبة لا في السماوات ولا في الأرض ولا في الإسلام أعظم من هذه المصيبة ولكن لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام كيف أدب أهل بيته وعياله ونساءه وأطفاله على الصبر على هذه المصيبة لاحظوا قال لهم في يوم عاشوراء قبل أن يستشهد الإمام سلام الله عليه بساعات قليلة قال لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله تعالى حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعاديكم بأنواع البلاء ويعوضكم الله عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة ثم قال لهم هذا هو المعيار أو الشاهد في هذا الكلام قال لهم فلا تشكوه ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم لا تقولوا لا تعترضوا على حكم الله سبحانه وتعالى لا تشكو إلى الناس بهذه المصيبة وعظم هذه المصيبة اجعلوا الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا شيئا بألسلتكم ينقص من قدركم من منزلتكم عند الله سبحانه وتعالى هذه طبعا وصية من الإمام الحسين عليه السلام حتى يعلمنا هل أنت أيها المؤمن يعقل بأنك تمر بمصيبة كمصيبة الحسين عليه السلام لا يمكن هذا شيء مستحيل ما هي أنواع المصائب التي أنت تريد أن تمر بها في هذه الحياة بل يرجع الإنسان يفكر قليلا في هذا الموضوع ما هي المصائب التي ممكن أن تتعرض إليها في هذه الدنيا يضيع مالك مثلا يحترق بيتك مثلا تضيع سيارتك مثلا تسرق سيارتك مثلا يموت أحد أعزائك مثلا ثم ماذا بعد ذلك هل يوجد شيء آخر أكثر من هذا لا يوجد هذه عادة هي مصائب الدنيا إذا قارنتها بمصيبة الحسين عليه السلام هل يوجد هناك وجه للمقارنة أصلا لا فلماذا أنت عندما تصاب بمصيبة قليلة وبسيطة هيينة تجد بأن البعض يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى يعترض على قضاء الله تعالى يتذمر في بعض الأحيان يسب ويشتم والعياذ بالله يكفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يمتنع عن أداء الفرائض والعياذ بالله هذه كلها حال بعض الناس أنتم قد تشاهدون هذه الحالات في حياتكم اليومية الإمام الحسين عليه السلام بعظم مصيبته التي ليس كمصيبته شيء ومصيبة في هذه الحياة يؤدب ويعلم عياله وأطفاله على الصبر فنحن أيضا شيعة الحسين عليه السلام نحن أنصار الحسين يجب علينا أن نقتدي بسيد الشهداء عليه السلام وأن نقتدي بهذه الوصية المباركة له حتى ننعم بهذه البشارات الإلهية التي وردت عنهم سلام الله عليهم في رواية وردت بأنه إذا كان يوم القيامة يود أهل البلاء والمرضى أن لحومهم قد قرضت بالمقاريط يعني تقرض تنهش هذا البدن ينهش قطعة قطعة جزء جزء لماذا؟ لما يرون من جزي جزي لثواب العليل هذا الإنسان المريض وكذلك الحال بالنسبة لباقي الناس المبتلين ليس فقط المرضى لا يود أهل البلاء كل إنسان مبتلى كل إنسان مريض كل إنسان لديه مصيبة يتمنى بأنه في يوم القيامة كان قد حل به ما حل وأكثر من ذلك لما يرى من ثواب من ثواب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة طبعا الرواية هنا تكلمت عن العليل والمريض ولكن في الروايات الأخرى العبارة الشاملة وعامة كل أهل البلاية إذا وجدوا ما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة من ثواب ومن نعم يتمنون بأن هذه الحياة التي مروا عليها وكانوا يعيشون فيها كانت مليئة من الصباح إلى المسائب البلاية وبالمصائب التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان لما يرون من التعويض الإلهي في الآخرة نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر